موسيقى موسيقى مساء الخير على كل مشاهدي قناة الاهلي حلقة جديدة من برنامج الاهلي الليلة النهاردة عندنا الحلقة مقسومة لفقرتين فقرة الأولى معانا الكابتن الكبير كابتن محمد مصلحي المدير الفني النادي الاهلي للكرة الطيرة والحديث عن استعدادات الفريق الأول والنشئين وللموسم الجديد والبطولات ونتحاكى عن كل حاجة في الكرة الطيرة أسئلة كتيرة هنقدمها لضيفنا الكبير النهاردة الكابتن محمد مصلحي اللي بنرحب به مساء الخير الكابتن محمد الفقرة التانية هتتكلم معانا الأستاذ الكبير الأستاذ شريف فؤاد مع ضيفه الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الاهلي والحديث عن لائحة النادي الاهلي ودستور النادي الاهلي لازم نتكلم يعني في البداية ونقول أن الدستور النادي الاهلي دي حاجة كبيرة جدا 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 بتحصل في العصر ده 72 ساعة بتفصل أعضاء النادي الاهلي وجمعية الأممية للنادي الاهلي للتصويت على اللايحة أنا عارف أن كل أعضاء النادي الاهلي في حديث كبير حصل عن اللايحة حصل حوار كبير مع مجلس الإدارة مع كل الأطياف وكل الفئات وكل الأعمار السنية في النادي الاهلي عشان يطل علينا دستور جميل أتمنى أن الدستور اللي الناس تعبت فيه ده مش بيسمى باسم شخص ولا هيسمى باسم مجلس إدارة ولكن هيسمى تاريخ النادي الاهلي اللي احنا كلنا عارفينه بنسلم بعض أجيال بقالنا كتير 117 مئة طوال سنة كتير عمري كبير أجيال بتسلم بعض تاريخ بيحكي نفسه أتمنى أن كل أعضاء الجمعية العمية يحضروا بالرف بالإجاب بس نحضر ونروح ونخش خيمة التصويت ونقول اللي احنا عايزينه هي دي روح النادي الاهلي هي دي عراقة النادي الاهلي عن أي نادي في مصر كل الناس هتروح كل الأشكال وكل الأطياط قدامي وكل الناس طول ما لماشي جوا النادي وبرى النادي بيسألوا على حاجة واحدة بس الليحة ودستور النادي الاهلي نتمنى أن النادي الاهلي يطلع له دستور نتمنى أن النادي الاهلي ما يكونش عنده لاحة استرشادية أعضاء وعملوا ريحته بحاجة كويسة جدا كل الناس شاركت كل الأطياط شاركت كل الناس قالت رأيها مجلس الإدارة ميشي مع قرارات الجمعية العمومية وميشي مع أعضاء الجمعية العمومية وقال وافق على حاجات وغير حاجات غيرنا مواد كتيرة جدا 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 أتمنى أن يوم الجمعة الجاية دائما وأبدا كل أعضاء الجمعية العمومية بيثبتوا يوم عن التاني أنه هم قد الحدث حدث كبير حدث هيكتب في تاريخ كل واحد فينا هنروح ونوصل للنادي وهنقابل بعض هناك وزي ما تيجي يا آه يا لأ لكن في الآخر نتمنى عمل دستور وليحة خاصة بالنادي الآن كان لازم نقول كده لكل الناس وأنا عارف الناس راحة بإذن الله ملزمع وإن شاء الله بإذن الله هنتقابل هناك ولازم نبدأ ده بالحديث لأنه ليحة ندينا اللي احنا كلنا اتربينا فيه نرحب بقى بكابتن ميدو مصلحي ونقول كابتن ميدو مساء الخير ونبدأ الحلقة كابتن محمد مصلحي تاريخ كبير في الكورة طيرة واحد من الناس شخصيا معجب بك لأنه إحنا كنا جيد واحد قريبا كنا بنغير الملعب ونتفرج على بعض كابتن ميدو دخلي زيناد الأهلي نفسي يعني الناس تعرف حتة حديث لأنه أنت مدير فاني ناردك دخلي زي كابتن محمد مصلحي زيناد الأهلي بسم الله الرحمن الرحيم برحب بك طبعا وبدوم صوت لصوتك وقول الأول حاجة بس عشان اللايحة بتاعتناد الأهلي يعني أتمنى أن الناس فعلا تروحوا طول رأيها لأنه ده مهم جدا النادي الأهلي هو اللي يحكم النادي الأهلي مفيش حاجة بقى تدخل خالص فينا أن العضاء الجمال العمومية هم اللي بيتحكموا دلوقتي والنادي الأهلي هو اللي بتحكم في نفسه مفيش أي تدخل خارجي بالنسبة لي أنا طبعا هني مصلحي أخويا كبير هو اللي كان دور كبير جدا في أن أنا ألعب للنادي الأهلي أنا كنت عاشق للكورة كنت دايما أحب أن ألعب كورة لكن مع أول اختبارات فشلت بس ميدو أنت لعيب كورة كويس أنا عارف قد زمني دلوقتي مدير كورة بدل الطايرة الحمد لله يعني أخويا أقنعني أن أنا ألعب بولي وكان كله يعني أهم أن أنا تحدي أن أنا إمكانيات الجسمانية في الكورة بطايرة ما كانتش تسمح أن أنا أكمل لكن تحديت نفسي وتحديت المدربين ودحتت كل الناس أن أنا أقدرت الحمد لله أن أنا ألعب دولي وكنت عنصر أساسي في النادي العالي منتخب مصر للمدة 20 سنة كابتن ميدو ده اسم الشهرة صح؟ ها ليه ميدو وفضل ماشي معاك مشاير لا هو زمان كانوا كان يعني في الكلية والناس كانوا يقول لي أم صلحي تمام باسم والدي لكن لما جيت النادي بقى صحابي كلهم كانوا يقولوا لي أم يدو فاستمرت استمرت معاك وده غير دوقتي أنا نفسي قاعد معاك لابو كابتن محمد مصرحي بقول ميدو كابتن محمد مصرحي تاريخ كبير فعلاً كلاعب أصرت الملاعب بطريقها كبيرة معاك روامي طبعاً لأسر الجسم أو لكن كنت وتد أساسي في النادي العالي الحمد لله أنا حققت مع النادي العالي أنا عبت دوقتي 20 سنة في النادي العالي اندخلت 86 اعتزلت 2006 حققت الحمد لله 34 بطولة وأنا بلعب إن شاء الله الحمد لله يعني 10 دوري و 8 كاس و 12 بطولة أفريقية وأنا بلعب سواء 6 أبطال دوري و 6 أبطال كاس غير 4 بطولات عربية غير طبعاً ألقاب أحسن ضارب و أحسن استبال و أحسن إرسال في معظم البطولات فالحمد لله تاريخي الحمد لله أنا أعتزل به تماماً غير 350 ماطش دولي مع ملتخب مصر إن شاء الله فالحمد لله رب العامين تاريخ أعتزل به جداً جداً لغاية دلوقتي يعني أنا دخلت 86 الحمد لله ما أطلعتش من النادي الأهلي يا رب فاستمر و هستمر ببسط لك جداً بس بي حاجة وإنت لاعب حصلت معك آخر سنة آخر سنة كان فيه كلام اللي أنت تلعب أو ما تلعبش بس أنت قررت اللي أنت تلعب كان مع كابتن نور عاطية حصل حصل عايزك تحكي لي إيه اللي حصل مع أنك أنت كابتن كبير و كان التسجيل فيه مشكلة يعني صحي كده؟ والله هو تمام التسجيل كان فيه مشكلة كان مفروض يبقى 16 والإتحاد عمله 18 تمام كابتن نور عاطية قال لي أنت مش هتتأيد لغاية لما نعرف الدنيا فيها وبعد كده هتأيد هو طبعاً أندية كتير أوي كلمتني ساعتها قلت لهم أنا مش هلعب غير في النادي الأهلي وهلعب في النادي الأهلي السنة يعني كابتن نور كان ثقته في محلها يعني وتأيدت الحمد لله طبعاً وكنت عنصر أساسي كنت بنزل كده في أوقات معينة حسيمة يعني كنت الحمد لله بخلصها خلصت بطولات في الدورة دي أربعة بطولات أربعة بطولات دوري وكاس وأفريقيا وعرب وكنت كابتن فريق وكانت أفضل لحظة أن أنا أعتازل فيها وأنا كابتن فريق وشايل أربعة بطولات طيب كابتن ميدو بس نطلع للفاصل ونرجع مرة نطلع للفاصل وترجعوني مرة تانية رجعنا لكم مرة تانية والحديث مع كابتن محمد مصلحي المدير الفني للنادي الأهلي والحديث عن ذكرياته كلاعب وهناخده شوية تاني لمدرب وهنطلعه مدير فني وهنودي بتولة العالم هنلف معي شوية النهار ده كابتن ميدو كابتن ميدو وقفنا عند وانت بتلعب آخر سنة بس دي كان نوع من أنواع التحدي والإرادة اللي عايزة بينها للناس إن كان يعني لعيب كبير كابتن النادي وبيصمي من هو يستجل في نادي ما يستجل في نادي التاني برا نادي إيه التحدي والعظيمة اللي عنده دي هو الشعار ده النادي الأهلي الشعار هو ده هو ده نادي الأهلي بص مش قادر أقولك لأنك تتعلم بتتكلم صح قطع الكلام تماما يعني هو الشعار ده هو اللي بخلي الواحد يتحدى أي حاجة والحمد لله يبدو لك تلاحظة جميلة جداً أن أنا أعتزل وأنا عندي أربع بطولات شايلهم ككابتن فرقة النادي الأهلي زي السنة اللي فات كده ما حقنا الثلاث بطولات الحمد لله أنا السنة دي بالذات كنت فخور جداً أن أنا كنت فيها كابتن فرقة وكفار كان يرجع لكابتن نور حتى بعدها على طول هو الكابتن نور اللي فضل كبير جداً اللي أنا فيه دلوقتي ده هو كابتن نور عطيه أن أنا خدني على طول من من لعيب لمدرب مساعد مدرب مع كابتن طريق فريد وكان هو خدني على طول الجهاز حس أني أنا ممكن أن أبقى حاجة فالكابتن نور ساعدتها ساعدني جداً أن أنا بقى في الجهاز بص تاريخ أنا قاعد مش قادر أكلمك بأبانة لأن عارف الشعور أنت بتكلم بيه متأكد أن شعورك قوي جداً متأكد أن أنت بتكلم عن دي عظمة النادي الأهلي إحنا فيها وده تاريخ النادي الأهلي سدتنا سدتنا كلهم يعني بالضبط بصراحة حاجة محترمة جداً فيك لكن كابتن ميدو لازم نقول كابتن ميدو هو لعيب كابتن بيقعد هو في القوض يهزر يقول أنا بيقولي شوطها كده النهارده قلبنا بقنا المدير الفني واللعيب شوطها هنا بتعمل ايه قولي رؤيتك بين الاتنين ايه اللعيب مستريح تماماً يعني أنا كلعيب كان أحسن بكتير يعني عايس رجال لعيب لكن أنا مدرب شايل هم أو كمدير فني بزياد شايل هم حاجة كتير دايماً المدرب أو مدير فني بيتمنى أحسن أداء من اللعيبة ودايماً بيبقى عنده بيبقى تحت ضغوط ضغوط إدارة ضغوط مهور ضغوط حياة كل حاجة بتبقى الواحد بيبقى فيها ضغوط كبيرة قوي لكن اللعيب طبعاً بيبقى حر يعني بيبقى أحسن أسهل بين كده بكتير فأنا أتمنى أن أرجع لعيب عايس رجع لعيب اه طبعاً خالص نخرج من مراحلات اللعب وهنروح لمحارة التدريب كابتنو عطيق قد يدخل كابتن ميدو قال لا ما ده يحصل في مصر دعمانة شديدة إنه يبقى كابتن الفرقة ويخش يطلع عطول يخش الجهاز أو يخش الفرقة أول دائماً نأخذه نودي ناشئين نقولوا استنى شوية وبنيعمل بس كابتن ميدو دخلت الجهاز وبدأت يتشتغل في الجهاز كنت حبيب التدريب اه أنا أصن بكروستر بير رضي يعني فالحمد لله الواحد كان عنده يعني من وخبرة شوية في الموضوع دوت من قبل حتى يعني الكابتن فوضعب سلام كان ساعتها يعني بيخليني شوية عارف كويس أوي إن أنا ممكن أبقى في الكريير دوت كان حتى بيديني نصايح وكلام فكابتن نور طبعاً كان بعد إما كابتن طريق فريد مشي كان راح شغل يعني كنت أنا بقيت المدرب العام سنة 2009 كنت محظوظ جداً كان إداني فرصة إن أنا مرّاً يعني كتبه مرّاً حمدي ومرّاً وإلعيدي ومرّاً أحمد ومرّاً عبد الله وكلام بكل وانا صغير قولي إزاي بتمرر حمدي الصوف وإنتوا تلعبوا في ملعب واحد أنا عارف أنتوا بتلفوا في الملعب عكس بعض شانتوا تلعبوا أربعات مظبوط هو عصيرف أنت فاربعة والعكس فضل يعني حمدي يعني أنا هو كنا لازم على طول جنب بعض كنا مريحين بعض في الاستقبال جداً يعني كنا هو في مصر فأنا كنت بمرّاً حمدي كان مطيع جداً يعني يعني ده اللي أنا عايز ما لديتش به مشكلة دايماً يقولون اللعيب لما يبطل ويبقى مدرب في الفرقة يحس إن الكابتن يقولك الكابتن بيتأردن علينا ده صاحبنا بتاع زمان ده العكس تماماً ده العكس تماماً أنا لقيت يعني مساعدة رهيبة من حمدي وقل العيدي لي أن أنا يعني أنا أزفى صاحبهم أوه وكل حاجة لكن كل اللي كنت أقوله كانوا بنفذوا الحرف الواحد وده اللي 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 تعلموا منهم يعني لأن أحمد صلاح وعبد الله والناس دي الصغيرة دي تعلموا منهم الكلام ده وهو ده اللي أنا خلينا نجيبهم تاني عشان يعلموا الولاد الصغيرين اللي طلعين دول إزاي يعرفوا قيمة النادي للي ويتعلموا الالتزام قيمة النادي هي قيمة كبيرة وكابتن ميدو عشر سنين مع تلات مدرين فانيين كابتن نور عطية وكابتن إبراهيم فخر الدين وكابتن أحمد زكريا مظبوط تمام أساس ذاتنا كلهم طبعا قل لي مش هقولي تعلمت إيه بس فعلا الخبارات اللي انت هكتسبتها في العشر سنين عشان أنا كواحد من الناس نفسي قلت لك ألف من يوم مبروك نجيل بتاع دي خطفه صح طب قل لي هم دول طبعا أساس ذاتنا وكل واحد لي وجهة نظر وكل واحد لي أسلوبه في التدريب كل دي أنا أخذتها بلورتها وأضفت عليها طبعا في أخلاق المدير فني لكن كلهم طبعا فوق دماغنا من فوق وتعلمنا منهم ومازلنا بنتعلم منهم هاخدك في حتة وكابتن هاني مسلح عسوشيال ميديا دايما بيبقى سابورت جدا لك بحس انه هو يعني بيديك القوة والحماس أصبت يميده صح طبعا سوشيال ميديا يعني يتعتبر جزء دواتي من الحياة ان الواحد دي ساعات بتبقى نقمة ودي اعتبرها حقيقة يعني لان فيها الضغطات بتبقى عليها جدا وجمهور بيبقى ساعات قاسي ما يعرفش اين الخلفية اللي وراء اي حاجة وعليه الشكل العام لكن انت ما تعرفش ممكن يكون فيه إصابات ممكن يكون فيه فعلا مفاوضات تمت مع العيف معين مع عشاني نجيبه العيف تغالف في فلوس انت الناس دي ما تعرفش لكن فعلا فيه وقت بقى يعني لما يكون فيه يعني اخر مرة كان فيه تقرير صحفي ا어 في اخر بطولت العالم يعني زعلني جدا تقرير صحفي فكنت لازم ادافع عن النفسي لان انت مثلا لما فيه هجوم بيبقى مثلا على مجلس النادي الاهلي النادي الاهلي يبقى فيه بيين هجوم موجه هجوم موجه فيه بيين قوي جدا بيطلع من النادي الاهلي من مجلسه بيدافع عن الكيان. مزبوط. انا ملقيتش حد بيدافع عني. خلص. فكت لازم طبعا. اتطردت ارد. اتطردت ارد طبعا. لان دي دي سمعة. سمعت. سمعت كمدرب وسمعت كمدرب للنادي الاهلي. مش مش حاجة. وكمدير فني لمنتخب مصر. كت لازم ارد. وكان هو هاني بقى ساعتها سابورت ليه جدا. والحمد لله يعني كان جابت اصر. هنخش على اللقطة دي بتاعت المنتخب مصر شوية. بس عايزة اسألك سؤالك سؤال مهم. هو هاني لما بعد الم يتفرج عليك اكيد ويشوفك ويه تابعك. بصراحة جديدة. بيقول لك ملاحظات. اه طبعا. تسمعه. اه. نسمع لأي حد. يعني هو حد مهم في حياتك في كرة طيرة. هاني اه. هاني اه. يعتبر ابويا بعد ابويا. اه. هاني. هاني. هاني جميل. جميل جدا. هاني. كابتن ميدو مسلحي لو سمع من اي حد تعليق فني بيتقبله. سهل. اه. تقبله. بس اهم حاجة مفيش تطاول. مفيش. مفيش تطاول. لاننا يعنى. هي. تتحرك Jung. لا تقبله في فانية فشش تطاول. numatik kwasan��ı. هتسمعه. هتسمعه. هتسمعه كοιس. ممكن جدا لو لعيب جي مثلا قال لي . انا تعباني النهاردة. انا نحنا تعبانين جدا مسلا عبد الله بيقولي. الحملش يعني. انا 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 ن تعبانين. بابطيدي اسمعك لأن هو . به. بين. الناب اللعيبة. يعني رأي عبد الله ما ميجي بيكلم . في حاجا في بولندا كنا نتطلعين من الدوري وسافرنا على طول وعملنا 3-4 ايام حملة زيادة فابتدوا ايه انا شايفهم طبعا وعارف كويسه انهم حاسس بيهم تتلعيب وعارف هو تده يعني يحس ان هو ان احنا تعبنينش وقال احنا عايزين نص يوم اجازة ها ماشي خلاص نص يوم اجازة انا ما عنديش مشاكل لانه ده شيء طبيعي فانا بسمع للعيب وسمع المدرب وبسمع الانتقادات بس لازم داخل الاطار داخل الاطار ما يكونش فيها تطور بس يعني اولا انا في سكت المنتخب كان فيه اصابات طبعا كتيرة جدا منهم طبعا احمد قطب ومحمد عبد المنعم واحمد يوسف كان ناس كان عبدية النادي الاهلي لا كان احمد يوسف يعني كان على احمد قطب بزات ومحمد عبد المنعم المهم يعني في سكت المنتخب في ظروف صعبة شوية كان كابتن شريف هو اللي كان كلمني والزميل العزيز ياسين امين في الاتحاد والمجلس وافق مجلس الادارة المهم يعني روح البحر المتوسط وبعدها حققت في بحر المتوسط حققت مركز رابح يعني دخلت السيمي فاينل دخلت السيمي فاينل دخلت السيمي فاينل اعتقد مش قطال البحر المتوسط يعني تمام الناس ما تعرفش مين يعني المجموعتنا كانت صعبة جدا برازيل تمام كندا فرنسا الصين واحنا وهولندا وهولندا كل دول مصنفين عالميا انا بتبتلعب اول وسادس وتاسع التصنيف العالمي اول اول اللي هو البرازيل سادس كندا كندا تاسع فرنسا فرنسا هوقفك عمروط احنا كسبنا السيم صح الناس قالوا في الفولي مش خالد العود بيقولوا احنا كنا وفروض نكسب كندا مع ان كندا المصنف التاسع العالم السادس السادس سودي بقى يعني بس انا كنت هسألك السؤال ده خلي بالك يعني محمل بالاسئلة دي ف نكسب كندا نكسب كندا وهو مسادس العالم ايه احنا عملنا ايه عشان نكسب كندا بخير وصراح انا عايز عفل استعداد يعني انا عايزك ترده على استعدادنا ايه يعني استعدينا عشان نوصل نقابل اول العالم وسادس العالم معايش رعايز عارف حياة حال احنا دلوقتي اه لعبنا طول الثلاثة طوش والفات تمام مطشبت مع مستوى اول وثاني يعني يعني لعبنا مع مستوى تاني مثلا سولفينيا واستراليا تمام ولعبنا مع مستوى مع بالغارية اللي كسبنا مطشي مهمين كان منهم مطش بالغارية في ناك المهم تمام مطشيات في ثلاثة شهر ده مش كفاية عشان تلعب بالمستوى دوت لازم اش قال لي تلاتين مطش لازم تلاتين مطش في المستوى الاول والتاني انا ما عملتش ده احنا بعد ما للأسف خسلنا بطولة افريقيا هنا السنة اللي فاتت منتخب مصر ما بقاش حق ما بقناش مطلوبين ما بقناش مطلوبين فكابتن شريب بصراحة عمل مجهود مضني عشان خاطر من احنا نعمل معسكر في سولفينيا ومعسكر في بلغارية كويس هم دول اللي اطلعنا بهم تمام فانا مش ممكن اكسب اول وسادس وتاسع العالم بالمنظر ده الولاد عملوا معا عليهم زيادة الناس اللي معايا الال 14 اللعيب اللي معايا عملوا معا عليهم زيادة هم والجهاز الفني كلهم لم يبخل باي حاجة الناس عملت كل اللي فول باور فانا عملنا عملنا عشوات عملنا عشوات كويسة جدا هم الناس دي عاملة ال VNL هو الدوري العالمي هم كل الناس دي لعبت في ايه يعني لعبت على اقل على اقل 15 مطش في بطولة ده غير الاستعداد لبطولة العالم فالناس دي عاملة 3040 مطش قبل ما جن سنوك هاخد منك كلمة بسراحة بقى سن الموضوع ده دي عمي ما ينفعش ابطال العالم نقابلهم كده احنا في الهندبول عشان نوصل الرابع للعالم مدانة 86 وصلنا الرابع عام 2001 انت في 3 ركاب شهرين شهرين ومطلوب منك تكتف سادس عالم اعتقد ده مطلب مطلب مش الكابتن شريف يعني اجتمعنا مع بعض وبنعمله لان في لازم برضو احلال وتجديد ده احنا دخلنا عناصر جديدة جدا منتخب من تحت 23 سنة اللي واخد خمس عالم في مصر هنا دخلنا عناصر كويسة جدا ولعب منهم مشام يسري ومنهم عبد الرحمن سعودي دول كانوا معنا ولعبوا مطشط كتير هناك وده اعتقد ده مكسب كبير جدا ان الولاد السهرين دول يخشوا في منتخب مصر ويلعبوا مع مع اول وسادس وتاسع العالم ويكسبوا الصين وكلام ده كله ده اعتبروا انتصار لي انا وانتصار لمصر قد لقى اي حاجة بص الين في المية ميزا الين في الموار والتصريح طلع طلع من حد مشقول ولا طلع من ما علينا يعني هو طلع في زي تصريح صحفي او حياله اه يعني حاجة يعني في الجرنام اه يعني بينتقدوا فانا لازم كنت ادافع عن لانا لما لقدش اللي يدافع عني فانا لازم ادافع عن نفسي لازم ترد لازم ترد حق السوشال ميديا في حياتك يا كبتني اميد ويتموثل ليك شيء مهم كانت زمان دلوقتي يعني انا يعني انا قبل الدوري افلت كل حاجة افلت طبعا لازم خلاص انا نسى بقى افلت كل حاجة وبعد افريقيا بعد الكاس فتحت تمام خلاص طول ما انت جوه اين الملعب خلاص بقفل كل حاجة افلنا السيزون نرجع تاني سوشال ميديا مش بتهتمي بيها بحال شو يقول لك لا فيه نايس طبعا فيه هي لازم لازم يعني انا مثلا اول ما مسكت مدير فني اول ما مسكت مدير فني لسه لسه ما اعلنش بتقول باسم الله بقول باسم الله تعاقدنا مع محمد عبد المنعم محمد عادل ومسع عبل طيف قال لك تكتب كده وتعاقد بمبلغ خرافي مع فلان وتعاقد مع مبلغ خرافي وهو لا يتعدى نص المبلغ ده هو كل الناس عايزة تكسر من قبل ما ابتدي فهي دي يعني طبعا ما رديتش ولا اي حاج فخد من ده كتير خد اشعات من دي كتير يعني عانيت من الموضوع ده عانيت اه بس الحمد لله يعني اه 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 انت في العيب برضو عانيت من مشاكل جماهير ومشاكل الناس بتقول ميدو مش كويس النهاردة وميدو لازم يكسبنا وهكذا هيا دي هيا دربت الشهر اه الحمد لله يعني ما حصلش ان انا حتى جمهور الفراء المنافسة ما حصلش ما حصلش بعدك لا لا الحمد لله كلهم كانوا محترمين معي جدا وعارفين كويس قوي اه انتقول ما انا محترم مع اي فراء الحمد لله محترم اه والسل الصعب على اي ان الفترة الاخيرة دي الناس جمهوري انه بالاهل يوم اللي كانوا يهاجموني بيهاجموني اه للأسف عندك ايتيب مع جمهور الاهل لا مش ايتيب انا هما منحقهم ان هما يشوفوا نادي الاهل وفراءهم اول على طول وهو ده اللي عايزينه هو ده تموح مجلس الادارة لغاية اصغر العيب انا متأكد ولا بكنات معك شخصيا تموح ان احنا لازم لفتلك المركز اول لكن في بعض الناس مش عارفة زي مرتلك الكواليس اللي بتحصل خالص فبتبتدي تهاكم من غير ما تعرف دي بس لومي عليهم بس يعرف اه وبعدين بتكلم ونقول زي ما انت عاوز انا هقبل النقد بتاعك لكن مش معقول على طول لان فيه زوجة بتقرأ فيه ابن فيه اب فيه ام بتقرأ الحاجات دي كلها وانا يعني الفترة يعني كان كابتن عاصم عليه دود كبير قوي وانا قاسف يعني الفوزن ما ديتقلش يعني خدوا بالكوا فيه زوجة وفيه ابن وفيه لازم لو عايزين ننقد من اخر ننقد نقض بناء مالاش مالاش تخوش في في اي حاجة مالاش تخوش في في مشاكل مالاش لازم عايز طيب بس اخدتني ده حتة مهمة والجمهور والقصص دي يقول لها استعداتنا ايه لموسم الجديد بعد دي كله بقى نسيش بشوات المشاكل كبا ونخص على استعدات الموسم الجديد استعدنا طبعا احنا كذبانين التلات بطولات اللي حنا دخلناهم ده بيمسل ضغط كبير جدا على عليا وعلى اللعيبة استعدنا اقول حاجة طبعا لابنا نجم الكبير احمد صلاح عالمي استحق كل التقدير بجدا بس طبعا اللي وين دول هو عمل حدثة بس الحمد لله رب العالمين ربنا نجاه الحمد لله يعني هو بصحة تماما وجبنا رجعنا محمود رعوف طلبت من مجلس الإدارة محترف وفره محترف روسي النهاردة وقع رسمي تمام فجبنا التلاتة دول احمد طبعا هو العيب اوبزت ومحمود رعوف وسيرجي العيب تاربعات فالحمد لله قائمة بتاعتي دلوقتي 16 كاملة مش كاملة ليه عندك في المصابين لا هو قطب طبعا ربنا إش فيه إن شاء الله طبعا واحد من أهم العناصر اللي عندي ومنعي إن شاء الله كلها شهر إن شاء الله ويبتدي ينط عادي وفول باور بتاعه ويبتدي في الملعب عادي خادس إن شاء الله فالحمد لله فرقة كاملة بس فيه دلوقتي منتخب بطولة العربية بيستعدوا لها هيرجعوا إن شاء الله على خمسة وإن شاء الله نبتدي نعمل مطشين ثلاثة وديين وبعدين نبتدي الدور إن شاء الله في نص 11 بص طبعا بتمنى التوفيق لك في القادم يعني بس بتشوف المنافسة في الدورة المصري ازاي عند مين المنافسة مع أي أندية شايفها ازاي في السيزون الجديد هو السيزون دوت اللي استحد مش استحدث أو عمل اثنين محترفين في السنة فاتت واحد بس كويس في السنة اثنين محترفين فاحتمال طبعا المنافسين كلهم يجيبوا محترفين سواء كانزة مالك أو جيش أو سموحة أو طيران ممكن الفرق دي كلها كويسة جدا ومحترمة جدا أعتقد المنافسة هكون أشرص من السنة اللي فاتت لوجود المحترفين دول خمس أندية بتتنافس على الدور المصري من أصل لا ما هو من الثمانية وعشرين هما دلوقتي الدوري الثمانية وعشرين فرق بيتقسموا سبع فرق كل المجموعة كويس هيلعبوا تقريبا دوري الرايح جاي وهياخدوا هياخدوا لسه يعني يوم ستة عشر هيتم بالزبط هنعمل لكن انت شايف نقدموا نفسه محصورة في الخمس فرق دول دول اللي هيعملوا مشاكل فرق قوية خصوصا الجيش والزمالك والوسموحة فرق تقيل عام طب كابتن ميدو أسعار اللعيبة شايفنا أسعار دي مغالا شوية فيها هي غلية بس هو ده سعر السوق كل واحد قاعد يقول لك وخد ثلاثة مليون لا وخد خمسة مليون وخد ستة مليون ولعيب مش عايز يقدر عشان عايز يزود مليون جنيه هو ده سعر السوق بصراحة والنادي بصدد إصدار اللعيحة هتحط سقف للعيبة إن شاء الله هتبقى مرضية جدا للعيبة وفعلا النادي دايما بيبقى سباق في الحاجات دي وإن شاء الله مش هنطلع عن اللعيحة دي مهما كان وأعتقد برضو النادي بمجلس الآن ما بخلش على فرقاتي أنا يعني بأي حاجة الحمد لله وربنا يسحل إن شاء الله ومسافة عبدالله باجلس ربما بخلش على فرق النادي دايما بيدعمهم دايما بيكون تسابورت ليهم هنتكلم على بتاتم عسفين هو عبدالله بسلامة وكابتن فرق كابتن فرق سمعت أنه هو لما بتقفل معاه بتقفل ده عبدالله ده من أفضل الناس اللي بتتعامل معاهم حقيقة حقيقة فعلا راجل فوق ما تتصور والله يعني حتى في الملعب انتو شفتوه السنة اللي فاتت قدي قادي الفرقة حتى لما بيطلع برا وحسن بينزل بيدعمه جدا راجل بمعنى الكلمة عبدالله عبدالسلام مساء الخير يا كابتن عبدالله عرف على كابتن ميدو مش عرف أقولك إيه يعني كابتن ميدو بيقول كلام كبير على كابتن عبدالله وانت فعل النجم كبير وتستهل اكتر من كده تقول الكابتن ميدو وهو معانا النهاردة طبعا الأول بسم الله رحمن الرحيم برحب بحراء كابتن الثالث برحب الكابتن ميدو برحب ومشاهدين 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 الناد لقالي وقناة الناد لقالي طبعا كابتن ميدو طبعا لها الشرف لانا العيد صغير لسه عبت معهم داري عنده خمشهاد سنة احبطلوني بلدوهم لأنهم كابتن ميدو كابتن حمد الصافي كابتن عمال رجدي كابتن عمال سلحي كابتن مجا مصطفى فكان الحمد رب عمين يعني بصنا حظ لانا علموني بعد انتماء الولاء للناد الأهلي علموني ازاي الرجوة في التمرين اول حاجة قبل المتشف كلها علموني ازاي الواحد يركز ازاي الواحد يلعب على طولة ازاي الواحد يعني يشير الفرقة تعالينت منهم القيادة تعالينت منهم كل حدا فطبعا الحمد رب عمين حضرتك تتميده لعيب وحضرتك تتميده ومدرب وحضرتك تصير فني وحضرتك تصير فني ومتخب مضر فطبعا انا بحقيي جدا وصراح رجل خالوك جدا بتعام معنا كأخوات مش مدير فني خالج يعني اللي زمان عفاد طبعا تستمرين الرجل يعني كلنا أخوات الظهارين انا تعملت معاني وحضرتك تصيرين كثيرة فطبعا عارفنا كلنا انا واحد ما اقتواحت الزهارين يعني حقم اللي احنا لعيدنا معاني الظهارين فطبعا انا بكون لهم كل احترام والتنظير وبالله كبتميد يعني احنا لنا الشرص من احنا معاك وده يعني واجب علينا لإحنا دلوقتي لازم نرد الاجميال اللي عامل معاني معاني الظهارين اللي احنا بنكون وقفين معاني والحمد رب عامين انا تزاوزنا السنة فاته بتربط رات الحمد رب عامين والتنظير المسجدات اطعب طبعا دعم حالة تعرف طبعا نازم انشاء الله رب عامين تحافظ على اللقاء بالدورة والكاس والعربية وأفستطية بيضة رب عامين وقول لك ارتميزوا معاك إن شاء الله ما تقلقش ربا عحمد صلح مين ومحمود رؤوف وعضواتي محمد عبد المنعم كابتن عبدالله كلام فوق الرائع فوق الممتاز من مدير فني وكابتن الفريق لكن قولي كده لحظة من اللحظات الصعبة مع كابتن ميدو جوه الملعب في فوز بطولة في ماتش مهم في ايه بالضبط بيكون حالته ازاي لكابتن ميدو والله يعني كابتن ميدو اللي يعني يعني عشان يعني زي ما قوله حضرتك العكت مع كابتن ميدو كابتن ميدو من الناس الفايتر اللي يعني ده يقوله ايه لو دخل صحيحات عاد مني حتى فايتر بطرية رهيبة حميد حميد حق يعني حتى وهو كبير واحنا زياريين اما نيجي يعني عشان من نرفزه او نحميزه زيادا يعني كنا كنت اداي انا احمد صراح بالزياد هو يعني يسخن وانسفتنا مجدين انسفتنا مجدين انسفتنا زي ما انا فلحد الوقت والله بعمل بعمل مع نفس الموضوع كلا بحسة عايز ان افتده عايز ان افتده عايز ان افتده عايز ان افتده افتده زيادا اقوله على ايه موقف طبعا في موقف مهم جدا ايوا يعني لكابتن ميدو في اخر مصير طينا بطرية عربية خلصين الزمالك 2-0 والبطولة دي بالنسبة لنا يعني كانت مهمة لازم جدا عشان احنا كانت في مطر في مطر ولسه كنا خلصين الزمالك 2-0 واطنعين المطر دوت يعني لسه خلصنا دوت دوت ودي اول بطولة يعني نازم نحسن عشان ربنا يكرمنا تمام نخش بالاعدة لعافريقية ونرجع نكمل الدور تمام كابتن ميدو سياسة كان اخر سنة لنا هي معنا كابتن محمود الكومي الملعب كابتن محمود الكومي كابتن محمود الكومي بقى اطلع برا طبعا كابتن ميدو نزل الملعب يا كابتن خدمة ما اقول لكش يعني 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 سرع شبه نايمين يعني احيانة طبعا هو مع خبرته احياكم الله ينأول عليك المواتشة قالت 3-2 يعني ما اقول لكش المواتشات الصعبة جدا فطبعا ده موقف يعني بتنساوش اه طبعا خلاص الراجل يعني اخر سنة دي معاها وهو اي لنا دي اخر سنة دي يعني فحمد رب عمين يعني ربنا كرمنا وكرموا جدا وكان احد ازباب الفوتبال بطول المواتشة قبل نهاية دور هو يطلع على النهاية وربنا كرمنا بطول طبعا عايزة افكرك بموقف صدا في موقف كابتن ميدو وانت انت متأكد ان هو يعني في المواتش كان نقطة مهمة جدا ونام على الارض وانت طلعت حضنت كابتن ميدو صح ايه بقى احكيلنا احكيلنا النقطة المهمة دي هو يعني المواتش طبعا مهمة جدا انهاية بطولة افريقية طبعا بنعب جول النادي الاقلي طبعا انت عاد حضرتك يعني حاجة اثمار معظيم فبين اكرمك اه عارف حاجة كما تلعب جول طورة النادي الاقلي وجميل واسطلة منقولة طبعا طبعا هو ضغط جامد كابتن ميدو يعني موسم بنزاله صعب جدا صح بعد يخفاج دوري صح وكاس مطري بانتان بسنين بوعات اه انت باطل افريقية ولاجب تحافظ عليها فطبعا البطولة يعني حساسة اوي طبعا بونت غري جدا خلاص بنفنش الجيم هو كابتن ميد زبا حالك حماسي وصال انت من ستعة تاني اوي حاسة هو عايزين زي العب مش اه والله يا حاسة هو عايز زي العب وطبعا هو عايش معنا قوة الجيم يعني نفس الحركات اللي عاملها لا بيروح بقى وينوته وكده اه طبعا ايسا بلعب معنا طبعا طبعا البطولة دول كنا خلاص بان بيجيب النوت الهربعة عشين طبعا خدت البلوكاة كده باجرع عليه بيهدته هو ايه تفهم قوضي حماسي جدا وهينوته وهيحظنني فطبعا حضامته انا الارضان هو طبعا كتلقته كتلقته جدا طبعا اه طبعا حب طبعا وحماس وخوف على الفريق وخوف على الناس طبعا طبعا بيقوله ربنا يا كلمك انت نستمى اختلا مستمى كل خير سيارة كابتر عبدالله كابتر عبدالله كلمة اخيرة اخبار الكباتر الصغري لأيه بناتك الحمد لله حيطلعوا عبدالله عبدالسلام ولا ايه اه 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 اولي يا رب والله اتمنى طبعا يعني اتمنى طبعا يطلعوا احسن عبدالله والواحد يشوفهم يعني حاجة مشرفة جدا هم طبعا يعني بيحبوا الناد الآلي جدا طبعا جدا جدا انا مكنت بصير كده الصراحة يعني انا قلت اه هم ايلعبوا هم احبوا بس متوقع هم احبوا بقولي كده ربنا يكرم المراب ونشوفهم ونشوف بنت حشتك سي رب اللي يكرمك دي طبعا الناس اللي بالقول يعني الناس اللي يعني اتمنى يا رب تشوف الناد الآلي في العليا دايما في جمال العلعاب وكل الفطولات وتي بقى سنة عادة عنا وعليه كابتل كياب يا رب نقصد لك كابتل عبدالله عبدالسلام شكرا جزيلا لك ان كنت معانا في الحلقة النهاردة بسي يا كابتل عبدالله احنا بنتكلم في عيلة مش بنتكلم في تدريب وبنتكلم في براحل زمان كان الموضع المختلف شوها كابتل ميلو بصراحة هتقول لي كده هتقول لي ناد الآلي هي كده عيلا عبدالله أهلاوي قوي أهلاوي مراته بقى معلكش مشجع الغارة جتلت لا 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 وإسا بقى بجد اللي احنا بننقله الولاد الصغيرين هو ده هو ده ليه دايما بكلاما بصراحة ليه دايما اللعيبة ولادهم نبي بالعوي يوفي مشاكل عسيسها كذلك يعني والله لأ بكلام بجد يعني خلي بالك بكلام عالطيرة بكلام عالطيرة والهينبول والباسكت أي حد لعيب كبير بيكون ابنه بيلعب دايما بيقى عليه سبوت ما هجل بيقى يعني معرف بس لعب حقه اللي بيقى لك يعني أنا شفت النواظر كبير عشان بس كن مفيش حد هيلعب ويوصل لمستوى عالي إلا في جنة ستحب ما يقدرش ما مش ممكن لو جاملت سنة التانية بتشتت الجامع ولا الهوى ما يقدرش نوي ما فيش مفيش واحد هيبقى في فريق كبير زي النادي الأهلي ما يستحقش أبدا حسن في الدرد لا يمكن مستحيل ممكن يعني في المراحل السنية الصغيرة ممكن جايز لكن ما ينورها دايما يعني بكلام وصباح يعني عندنا أمثلة كتير فالعب كتير ما أعتقدش خلاص بقت الأمور بقت واضحة الناس بقت فهم زيادة على اللزوم بس أولي الأمور بقت متدخلي زيادة على اللزوم ده حقيقة لحقيقة وصعب تسبب يعني ألم شديد أو صدوعة كمان في الناشئين بالذات يعني خلصاً أنا أعليها عدد محدد في كل لعبة في كل مرحلة من أنا أيدهم أقدرش أسألك سؤال بقى يا عادي أنا متحمل سؤال هو إشمعنا نحن تتكلم في رياضة إشمعنا كل الناس تتكلم في رياضة وحكي مش تتكلم كدكتور مش تتكلم كمهندس مش بتتكلم كمحاسب ليه إشمعنا كل الناس بتتكلم في رياضة الرياضة بقت جزء حساسي ومهم جداً للناس كلها يعني 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 أصلي هو بيتدخل وتدخل واضح جوا الرياضة ممكن جداً ده ممكن أولياء أمور ينزلوا بينزلوا الملعب وإزاي ما بتلقابش ويدني لمس كام كورة ومش عارفية ده صعب جداً على المدرب بيمثلوا عبء كبير قوي على المدرب بيحملوا طبعاً بس يعني الحمد لله الواحد برضو بالسياسة وبينزل بنفسه مثلاً يتابع لو فيش أكوة من أي ولي أمر أو الحاجة الحمد لله بتقدر تحلها بقدر أحلها وبقدر بنزل أشوف في الملعب نفسي لو كان فيه أي حاجة ولو كان فيه وليه أمر ليه حق ياخده ياخده لو رجعنا وراء شوية كابتميدو مصلحي لما جيه النادي الاهلي كان الوالد والأسرة ومعاي ساببورت برضو بييجوا معا النادي بالشكل اللي احنا شايفينه ولا كان عادي والد الله الرحمه كان بيوت في مدرجات الدرجة الثالثة معاه بس بيشجع على طول بيشجع أنا وهاني على طول مدرجات درجة ثالثة لكن مش قصدي قصدي هو يوديك ويجيبك ويرجعك مششجع مششجع درجة ثالثة ما هو كده ما هو علمنا حب النادي لأهلي الله يرحم أنا عارف حب النادي لأهلي أنا لو عادت تكلم بيك أنا لبكرة حب النادي أهلي عندك كتير هنجاة تميدي خلينا نروح بقى للقطاع المستقبل القطاع الناشئين قلنا أخبار القطاع الناشئين عندنا قطاع الناشئين الحمد لله الفرقة عندنا أو الفرقة عندنا فيها ولاد كويسين جدا أنا يعني شايف خصوصا الناس الشول يعني مهتم بيهم جدا فيه عندنا فرقة 19 سنة فيه عندنا الصافي صغير فيه عندنا يوسف مرجان فيه عندنا عمر ياسر فيه عندنا عمر أكرم فيه عندنا عمر زكريا فيه محمد عثمان كلام دول كلهم عيني عليهم متابعهم كويس أولا دول النواة للدرجة الأولى إن شاء الله فيه بعضهم الصافي ده أبدي كابتن حمد الصافي مالوش دعوة خالص بأي حاجة عشان بس الناس ولد ولد كويس بدا ومستقبله هايل إن شاء الله فيه بعضهم هيتمرى معي وهياخد مطشاط أعطاقة حمد دخل معك الصافي الصغير صافي صغير صافي صغير وليعب كتير وهو يوسف مرجان لعبه شوية يوسف مرجان لعب في الفترة الأمانية في دور التمهيدي فيه عندنا في 17 سنة فيه عبد الرحمن الحسيني ولد برضو ولسه أخد أحسن ضارب في بطولة أفريق الأخيرة هو ده أخو كتن حسيني كم نحن هدي برضو بالزبط أخو أخو وغسيخو رحزة مالك أخو لتخليفة حسيني الصغير إن شاء الله أي برضو هيقود جزء فرصته معي إن شاء الله لا الحمد لله الفرق الصغيرة بإذن الله فيها شفريكا نو فيها مستقبل حوالي 75% من الفرق قومية عندنا حسيني خد أحسن ضارب ويوسف مرجان أحسن معيد يوسف مرجان ابن المدير التنفيذي برضو أحب مرجان عشان بس أضغط ربط بتعرف الناس بتربط تربية دي برضو أنا بتكلم بصراحة دايما بيربطوا الأمور باع إن إحنا الفستاء أكيد في الملعب هو المهم ما عتخدش أنت كمدارب تنزل عايز تخسر أكيد لا يمكن لا يمكن الولد الولد واخد خامس عالم عشان بس ابن كابت مرجان الولد واخد خامس عالم السنة اللي فاتت يعني أنا مش يعني لا يمكن أبدا إن يجامل حد واخد خامس عالم واخد أحسن مؤيدة في أفريق الحمد لله أنا ما كنتش مسكة ولا أي حاجة يعني مدرب منتخب مصر كان كابت النهايات شحاتها هو اللي مسيكهم خاربي يوم خامس عالم يعني أنا باللعيب اللعيب اللعيب يعني أنت رحيات يعني أنا ما جبتش حاجة مع عندي فأنا ما جمدوش إن أنا بطلعه درجة أقوله خالص لهو ولا ولا ابن حمدي ولا ولا أي حد ولا أي حد مفيش مجابلة فرياضة والله ما هيكمل مفيش حد هيكمل في النادي الأهلي بالمجامل مستحيل مستحيل مش ممكن نقطع الكلام تماما في الحتة دي راضي عن نتائج الفرق الناشئين في النادي الأهلي ها راضي راضي احنا خدنا الحمد لله يعني في المهرجانات من تسعة سنة وحداشر سنة خدناهم السنة الفاتت مركز أول تلاتاشر خمستاشر تلاتاشر مركز أول لدوري القاهرة الجمهورية تسعة سنة خدنا القاهرة وخسرنا بس الجمهورية يعني حوالي خمسة وعشرين في المئة من البطولات الحمد لله أخبار مازن كويسة مازن ده لازم معرف السادة مشاهدين مازن ده ابن كابتن محمد بو سلحي السغية عندنا مروة وعندنا زياد عكا مازن مازن هو لعيب الفولي الاتين ده مصراش لعيب الفولي هو زياد كان بيلعب في الأول يقولولي جيري من بلعب يعني لعب في نادي 6 أكتوبر كده شبير تمام وبعدين دخل سنوية عامة لها فيها فما كملش بدغطتش عليك عبتن لا لا خلص بدغطتش علي الفولي خالص خالص لا يعني مش لازم تلعب لازم بيدو خلق تاني مازن هو اللي حب اللعبة جدا ولا المدام في البيت طاطت لا لا عايز تشوف ابنها زي لا لا ولا بتتدخل فيها حاجة خالص خالص يالا ضيق لا الحمد لله طب قولي مرة ولعبتش دي انا ما حبيتش ان هي تلعبت تخوض التجربة يعني خالص خالص ما جاتش الملعب الطيرا ولا جات وحاولت لا 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 خالص خالص ما لعبتش خالص طب احكي لنا عكبت المزه سمعت ان هو لعب كنت بصراحة اه والله ما بشوفه والله العظيم ما بشوفه يعني خالص يعني ما شفتوش والله مرة حتى بيلعب والله ما احشو انت بتروح بيت انت يعني لما يعني لما يعني ببنزل بعد الظهر كده برجع على الساعة 12 لاني لازم يكون في متابعة في النشئين والمشاكل والمدربين مين بيودي ميزن التدريبات او بل واحد ما شاء الله خبشة سنة مش الألقين عليك لا لا الحمد لله راجل اوه في الله تمنى ان هو يطلع بس اليمن طب بتسمع اي عنه والله يا وقت صراحة كابتن عقد اللوت في ويو لي نسكو والله ما ببسألش والله ما بسألش والله ما بسأل خالص هو اي منتخب مصر لا لا لسه لسه سنة اه والسه بادي السنة الفاتت كمان والله كمان طب والله يا كابتن بكالو بأمنا لعيبة الفولي لعيب للكلام ده الصحاب والصغيرين ما بسأل خلي بالك يعني قبل ما جيب بالح عاد تخضر ما حاجش تخصير فاني عرفت عاد تخضر تعرفت ان هو العيب كويس ما بسألش عليه خلص طب قول لي الاسرة في حياتك بعد بقى كل ده يوم كبير طويل عريض كاب تميد ومشي وجود في البيت 24 ساعة قريب بتخش بيديك ساعة 12 بالليل بتتباحهم زي فالدراسة بتتباع ولدك زي بتشوفهم زي لازم انا عايز اقولك حاجة انا عايزك ان الناس تعرف ان فعلا الرياضة قاسية جدا الرياضة بتاخد جزء كبير جدا من الوقت فربنا يكون فؤون المدين بقى هي اللي بتاخد مالها من الحاجات دي كلها الحمد لله يعني ربنا يكون فؤونها قدرت تربي يعني وان شاء الله يعني يعني ادعي ان هم الحمد لله انت ربين كويس الحمد لله انا انا متأكد بصراحة انت طول عمك اخلاك عالية جدا طول عمك روح عالية جدا متربي في نال الالف فعلا حاجات كتيرة شفت فيك حاجات كتيرة مشرفة للعب كبير ومدير فان كبير لازم نرجع نرجع تاني للدرجة الاولى تدعمتنا دعمنا لعيبة وعندنا اثنين اصابات ساجل السفتاشر العيب بساجل في الصورة الاربعتاشر العيب بازبوض انت عندك اثنين دلوات يمصابيين احمد عود بربنا يا رب ناجعه احمد عود بمحمد عبنعب واربعتاشر الامر هتلعب بيهم من اول الدول ايه ما تحضرون ازاي الاربعتاشر بيكون فيه منافسة انك منافسة هيلعبه الجملة. لا ما هو فيه منافسة مين يلعب بقى. مين يلعب في الستة. في الستة. اه. وفيه منهم ثلاثة لبرو كمان. يعني انا الله ازاول لك الاربعتاشر دول فيهم ثلاثة لبرو. معوض ومحمد رمضان وشريف. بدون اتدخل في فنير. لكن اللي انا اعرفه انه دايما بيكون بقى عاك اتنين لبرو. مش تلاتة. لا متأيد تلاتة. متأيد تلاتة في الستاشر واحد. متأيد تلاتة في الستاشر واحد. اه. بالمناسبة بس عشان خطر ادي الكل واحد حقق اعرفها شوية. اه. في خمسة. اه. يعني طبعا احنا فيه ثلاث سنين كان في بولي. كانوا يعني صعبين اوي. اه. في خمسة ما قدرش اخفل دورهم. ان هما ما كانوش نبقى اسوأ. اه. من كده. اه. قد. اه. ومعوض وعبه. اه. وامحمد عبد العادي. واحمد. واحمد عبد العادي. اه. خمسة دول فعلا وقفوا جنب النادي الاهلي في عز ازمتهم. في عز ازمتهم. في عز ازمتهم. في عز ازمتهم. الازمة دي كتعباره عن ايه يع لما الناس لما اللعيبة مبتدت تمشي من النادي. من النادي؟ حصل موسم انتقليات ولا اللعيبة خرجت؟ بالضبط. لا أسباب عديدة طبعا كل واحد حرف رأيه. حتى مقدرناش نجيب أحمد وعبد الله لما رجعوا من تركيا برضو كان لظروف خاصة. كانت الفرقة مفاهاش غير دول. وجلنا عجبين عليهم واحد محترف. على فكرة سنة 2015 خدنا البطولة أفريقية بالناس دي. يعني هي كانت بطولة واحدة اللي خدناها. بصراحة كانوا يشكروا على المجهود اللي عملوه طول الثلاث سنين. لم يبخالوا على النادي الأهلي بأي حاجة خالص. كانت فيها خسارة في الأوقات دي؟ اه طبعا خسارة. ثلاث سنين فيها خسارة. ثلاث سنين فيها خسارة. دوري وكيس وكسبها. وشالوا وشالوا الحملة ده. شالوا من الخسارة قدام جماهير بتحضر ماتشاب تعجله. شالوا كتير. شالوا كتير. شالوا كتير. شالوا كتير وقدروا انهم برضو بقولك كان ممكن الحالة تبقى أسوأ بكتير. اه. انت بتتكلم في أساطير سابو النادي الأهلي. في الفترة دي. عوالي. احمد صلاح أحسن ضريب في العالم. احمد صلاح وعبد الله ما كانوش موجودين عبداللطيف ومحمد الحسيني ورقوف. لعب كتير. كتير أول. انت بتتكلم في كتير. في فريق كامل ما كانوش موجود. ما كانوش موجودين. مم. الفلقة دي كانت موجودة نظرك هي اللعيبة دي اللي قدرت تقوم بالنادي الأهلي في المرحلة دي. كابتن ميدو لو روحنا للاستعدادات. وروحنا لمنافسة. منافسة أفريقية شكلها ازاي معك. في المرحلة اللي جاية. برضو عشان بس نكون في الصورة بأفريقيا برضو ها عادتت لعب. اخدتنين أفريقيا. شيري بالكلام بورد. اه. أتمنى أن. أفريقيا عادين نحافظ. اه. لا تعرفش هتلاقي فيين برضو؟ بردو في شهر ثلاثة في ميريش التحدي الأفريقي استحدث بطولتين كمان بطولة الرئيس، الرئيس، وبطولة السوبر انا ما عرفش توقيت البطولتين دول امتا؟ لكن انا ان شاء الله ناوي اشارك في الدوري وكاسدة طبيعي وافريقيا والبطولة العربية زى المجلس وافئة ان شاء الله البطولة العربية في شهر اثنين، بطولة افريقيا في شهر ثلاثة اللي هيحدد موضوع ده طبعا ان هنبتدي الدوري في نص حد عشر فالضغط هيبقى ضغط كبير جدا على ستاشر العيب هيبقى كتير قوي شايفين ده حمل كبير على ستاشر العيب وانو قد نبو الزابين فترها باربعة عشر حمل كبير جدا جدا صح؟ فانا لازم اعرف التوقيتات عشان احسن بالزبط انا هشارك في افريقيا اللي هي كاس الرئيس وكاس سوبر هتعرف هتشارك او لا؟ لازم اعرف التوقيتات عشان اعرف احط الخطة بالزبط يعني ان شاء الله هارجي على سؤال بصراحة عدة من مين بس لازم ارجع له نرجع ست بطولات اصل كبتاميدو مدير فاني ست بطولات كسبة ربعة وهجوم على كبتاميدو ايه؟ كنت لمسا سؤاله بصراحة في الاول خالط بس سؤال لازم ارجعه زي ما قلت لك حق ان النادي الاهلي انه هو جمهوره انهم دايما ضغاره على المركز الاول لما نسكت ندير فاني اول سنة السنة اللي فاتت برضو كتشاركت افتلا بطولات داوري كاس وافريقيا صارنا الداوري بفارق شرط سافرنا افريقيا كسبنا بطولة محترمة جدا في تونس من تونس تمام تراجي ونجب لازم نقول لناس يعني ايه تونس في تونس عايش؟ لا هم محدش عاري يعني انت جاك انا متأكد انا اقول لك المفارقات الغريبة جدا لما كسبنا افريقيا اللي فاتت دي قال لك فرقة تونس مجاتش كويس طب السنة اللي فاتت انا لعبت تونس في تونس نتنجم وترجي وكسبتهم قال لك الجيش مراحش طب السنة اللي فاتت انا كسبت تبا اعمل ايه؟ او مش هتعمل ايه؟ هو مش كل بطولات كل فرقة بتشارك يعني انت بتروح البطولة تلاقي فرقة من تونس فرقة مصر مجاتش لظروف وفي فرقة تانية بتعمل تاريخ بتعمل تاريخ على تاريخ افريقيا ماشي انا بقولك يعني يعني وفي سبت طبعا بزي ما قلتلك نشيناك كلام تا كله فالحمد ربنا بيكرم يعني كسبت اربع بطولات من ستة فاول سنتين اللي هي كمدير فني اتمنى ان هم يبقوا عشرة ان شاء الله باذن الله بص يا كابتميدو انا اقولك صراحة انت حد جميل وانا متأكد باللي جاي بس تقولينا طموحك ايه في اللي جاي في الاربع بطولات ان شاء الله طموح النادي الاهلي طموح جون النادي الاهلي مركز اول ان شاء الله اه ده مش طموح انا الواحدي ده طموح لعيبة بنحاول نغرزهم نغرز فيهم من الواحدية وطموح جمهور وطموح مجلس ادارة ان شاء الله باذن الله نحاول نعمل موسم كويس يعرضي نادي الاهلي و جمهوره ان شاء الله كبتن ميدو لو وجهنا كلمة للجمهور النادي الاهلي مش اقول لا اعتاب ولا لوب اللي هاقول كلمة من قلب كبتن ميدو لجمهور النادي الاهلي ها بيعشقه و النّادي الاهلي ها بيحبه كبتن ميدو ستقوله اي? احنا من غيركم ول لا حاجة جمهور النادي الاهلي هو السند الاولاني لكل الفنق مش للفولي بس اتمنى مصدينكو و Leagueå طول الوقت المعذرة لو في حاجة ممكن تحصل في نصف السيكة معلش برضو يعني هم ما يعرفوش كواليس زي ما قلتلك اللي بتحدث لكن دايما هم دايما في ظهرنا ودايما هم نمرة واحد بالنسبة للناس كلها زي ما قلتلك زي ما عبدالله قال في بطولة أفريقيا هم نمرة واحد اللي بيخلوا بيدوا الحماس للعيبة كلها اللي هم يلعبوا فاعتمنى من هم يكونوا سند لنا دايما زي ما هم كانوا سند لنا سابقا كابتل ميدو تطرقنا كل حاجة تقريبا في جوانب الحياة عامل كابتل ميدو بس نطرقناش تحاجة ايه أصعب المشاكل قابلة لكابتل ميدو في الحياة الرياضية والله الإصابة أي إصابة بالنسبة لنا حتى أنا بلعب لما كنت بأصاب كانت تبقى مشكلة لأن أنا دايما بأحيز على العب فالإصابة انت لما خصوصا أنا لما كنت بلعب لaving كنت مدرب آسف من أحمد عبد العيل تصاب في أفريقيا محمد عبد المينعين بتصاب في أفريقيا وأحمد قض بتصاب في أفريقيا فكان حسد في نفسي أوي السنة دي لما قض بتصاب فتلات أصابات صليبة كانت صعبة جدا علي فهي دي المشاكل اللي بتاسأ الشمAN بنعم بقى السنة اللي فاتت فالنهاية أفريقيا لما تصاب دي برضو كانت منأسرة جدا بالنسبة لي والسنة وفي تونس وفي تونس والسنة دي لما قدت صوت برضو في قبل النهاية مع اسموها كان مؤثرة جدا في نفسيتي فهي دي يعني بيتأثر فيها قوي غير جدا في راضي قولي قولي رد الفعالة عندك كده وانت قعد تخلي من الملعب ورد فعال ايه الأولانيا مع أحمد عبد العيل بشجع اللعبة خلاص يعني التانية منها متأثرت جدا لأن كان قلم شديد جدا فيه يعني حاولت أنه نبعد شوية وبعد كده لن مانا بتشوف دي مغمصة لا لا خلص خلص لا كان بي كان يعني كان ألمه كان جمد أول مهم بعدها ألطان لميت اللعيبة لأنهم كانوا بتادوا يعيطوا يعني في الملعب طبعا فابتدينا نلم اللعيبة السنة دي في قب بقى أنا بس في نقطة لمي اللعيبة وهم بيعيطوا ده ده المعنى الكواليس إن اللعيب بيشوف أخوه أو صاحبه أو زميله جوه الملعب بيقع وبيكمل عشان نكسبه طوله ده معنى كبير ده فعلا هم هم عملوا الشرطين الأخرين بالذات في عنفتكرة عشان خاطر محمد ابن منع يعني عشان خاطره ها هو تابع حتى هو في المستشفى تابع المطشة على على التليفون يعني أنا فاكر فاكر لا تجي فاسي أسعب مشكلة الإصابة الإصابة لأي حد بصراحة بتبقى مؤلمة يعني بالنسبة لعني خاصة لو كانت روباط صليبي بالذات لأنها بتقطر جامد مكانش عندك مشاكل تانية غير إصابات مشاكل كبيرة او اعقاد مهمة في الحياة لا لا الحمد لله لا فيش مجلس انا موفق كل ديك كل حاجة او الحمد لله يا رب العالمين يعني هم محترمين جدا وبين يعني اللي أنا بطلبه في حدود المعقول هم يبينك في الزوال تطلب زيادة؟ تطلب زيادة شو هي؟ لا لا الحمد لله لا الحمد لله بجد والله الأمور ماشية الحمد لله تمام جدا قولي عندنا كامل عيب هيجد السناني في الحياة احنا الحمد لله من شهر خامسة كنا مخلصين كل حاجة كل عيبه جددنا لمحمد عبد المنام جددنا لأحمد سعيد جددنا لأحمد عبد العال ناقص النجم الكبير كتر كمان عالتليفون عبد الله عبد السلام هو ما عندوش اي مانح خالص يجدد مدى تربع سنين كمان اقول لك بصراحة؟ اهلي وحنا يفورنا في المندي كده بينه وبينه تعالي بقاف معي تكلم معي وبتاعه هو ماندي اهلي يعني ما عندوش تطاوض في الموضوع والله حكا خوض حد شدر يفوضوا على هو معانا السنة دي يعني هو قعد ويمتهي السنة دي يعني السنة دي اخر سنة هو معانا خالص حكرا لأي مانح خالص ولا هيتطلع ان شاء الله انا عبد الله اهلاوي جدا حد بس هو محمد معوض محمد معوض هؤما دول الاتنون اللي نقصين ان شاء الله نجدد لهم والفرق ان شاء الله نستمر الاربع سنين كذا محافظين على قوامهم سواء انا مكمل مش مكمل ان فرقة النادي الاهلي هتفضل بخير واتمنى ان هي تفضل كده الحمد لله لعيبة بتحب بعض جدا محافظين على بعض جدا جهاز سفني الحمد لله متفاهم معاهم وبيعشق انا بحشق الفرقة دي انت بتعشق خباب الاهلي لعيبة نفسها لما الولد مثلا صغير زي عبد الرحمن ده دخل معنا قديه حبيته وحبنيه فانا بحشق الفرقة دي وبحبها جدا وبحب جدا الشغل معاها كابتن عوضي انا الحمد لله يعني انا بشتغل في شركة كويسة خدت فيها اجازة بدون مرتب يعني انا عشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر الفرقة دي فعلا لان انا يعني انا خسرت فلوس ان شاء الله ان انا انا متأكد من احسيس انا بخسر مش باكن باقة بخسر فلوس وبخسر فلوس وحاجات دي تقديرا تقديرا للنادي الاهلي وبرضو فرصة لي انا مجدبش ان هي فرصة لي ان انا ابقى مدير فن النادي الاهلي ده حاجة كبيرة جدا مشرفة جدا زادتني شرف ان انا بايت مدير فني المنتخب مصر لدرجة الاولى كل ده طبعا للنادي الاهلي وربنا يسهل ان شاء الله ونقدر نسعد الجمهوري النادي الاهلي اكتر وقت كلمة اخيرة للجهاز الفني المساعد للكابتن محمد بسرح هما ظهر اليه سواء من اول الكابتن خالد عبو زينة مدير اداري تامر مش عام مشاكل معكك كل مشاكل الحمد لله سند ليه كلهم الجهاز الطبي جهاز الاداري ايمن هيسم دكتور ايهاب ايمن الناس دي كلها فعلا تحبوا اللعيب هبتحبهم جدا وربنا يسهل ان شاء الله برضو نقدر نفضل كده على طول في دايرة واحدة الحمد لله طيب كلمة اخيرة للعيبة الفريق الاول بالنادي الاهلي كلمة الاخيرة للعيبة النادي الاهلي علينا ضغط كبير جدا السنة دي لازم باذن الله نسعد جمهور النادي الاهلي في الكل بطولها هنلعبها ان شاء الله باذن الله كلمة اخيرة لمجلس الادارة تحياتي لحضراتكم طبعا انا اشكركم جدا على دعمكم لفريق الكرة الطيرة بالنادي الاهلي مفيش بسرعة بمتلم انا مفيش طلب طلبته متنفذ بأدوات بأي حاجة اشكرهم جدا جدا وتمنياتي لهم بالتوفيق في المستقبل ان شاء الله والنادي الاهلي يفضل نمر واحد دايما اشكركم اسرة الصغيرة اسرتك الصغيرة اسرتك الصغيرة اسرتك الصغيرة بحبكو جدا ربنا اوفقكو كانت اميده سعيد جدا 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 باللقاء حوار ممتع بالنسبة لي كنت اتبرنامت زمان وفعلا انا مبسوط وان شاء الله دايما تكون معنا متابعينك في كل البطلات وانا عارف ان شاء الله ان شاء الله ربنا اكريمك وتمنى لك الخير وتمنى لك التوفيق في كل اللي جانب بإذنك ان شاء الله كريم استنونا كان معنا كابتن محمد بصلحي اتكلمنا على كل الجوانب انتظروا الاعلامي الكبير الاستاذ شريف فؤاد في الفقرة اللي جاية مع الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي والحديث عن دستور الاهلي اللي كلنا بنقول عليه اللي لازم نكون موجودين يوم نرغم على اللي جاية نقول او لا بس نكون موجودين وهي دي عظمة النادي الاهلي انتظروا بعد الفصل نعم المترجم للقناة 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 في الرعاية المترجم للقناة 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 في إدارة الاشتراكات والأعضاء نفسهم والعملين بالزرعة عظيمة يعني فكل الحاجات دي بتقول إنه مهم جدا إنه إحنا يبقى عندنا لاحة طيب طيب لو النهاردة بتكلم عن باب الاستثمار وهذه أول لائحة في مصر يتم الحقيقة تخصيص باب للاستثمار فيها وحضرت حضرت ورش العمل مع الدكتور فاروق ومع عدد كبير وأسهمت إسهامات كبيرة تشايف الباب ده إزاي وهنقدر نعظم من فكرة الشركات دي إزاي والدخل اللي هتدره على النادي النادي الأهلي مختلف عن أي نادي تاني أنه عنده جماهرية الأكبر فأنت ده مختلف عن أي نادي في مصر يحط بزافة عندك براند النهاردة عندنا أفكار نحن نروح بأكاديميات ونروح بشغل برة مصر الكلام ده كله محتاج إنك أنت النهاردة ما فيه تمويل ويبقى فيه شركات وفيه مرونة أكتر من كده ده من ضمن الحاجات من الملفات اللي احنا شغلين عليها من ضمن الملفات اللي هنشغلين عليها زي ما قولك شركة الكور ان بعد كده عشان الدوري المحترفين والكلام ده كله فالنادي الاهلي براند مختلف يختلف تماما عن الاندية الاخرى طبعا فيه اندية تانية جماهرية بس مش نادي اجتماعي عشان النهاردة نبص على باند الاستثمار ده ان هو باند مش مهم لأ باند الاستثمار باند مهم جدا كابت محمود الخطيب مبارح في الكلمة بتاعته وقال ان ده باند يحمي النادي الاهلي الواحدة وخمسين في المية تحمي النادي الاهلي مستقبلا من فكرة اي تدخل او اي او اي حد يتحكم في المقدرات النادي الاهلي واعتقد ان باقرار الليحة دي وده بس انا عايز ا اركز على النقطة دي لائحة النادي الاهلي هي لائحة تخص جماعة عمية لنادي الاهلي وليس مجلس ادارة النادي الاهلي صحيح وطوحة الحقيقة ميزات كبيرة جدا للجماعة الامنية وبتعذب من دورها على حساب مجلس الإدارة اللي بيقلص من صلاحياتها. نحن كلينا نتكلم بزي ما قولك في الشق ده. إنك إنت اللايحة دي معمولة عشان الجمال أممين. مش عشان مجلس الإدارة. أو عشان مجلس الإدارة هو اللي عملها. اللايحة دي بإسم النادي الأهلي. وهتفضل بإسم النادي الأهلي إن شاء الله لما تقرر. مش بإسم مجلس الإدارة. صحيح. وبالتالي لازم نبص على الموضوع من هذا المنطلق. ما يبقاش الموضوع متشاف من نواحي انتخابي. كلينا ناخدها ببعض الشكلة. الأعضاء النهاردة اللي نتبص على فكرة إن إحنا عايزين نعمل دستور نمشي عليه كلنا. زي ما قلت في مداخلة قبل كده في القناة. إحنا عندنا ثلاث بنود مهمة جدا نبص عليهم كهيد لاينز للموضوع. رقم واحد صلاحات جمال أممين. هذه اللايحة هي وسعت من صلاحات جمال أممين. ما قلصتش منها حاجة. بالعكس زودت من صلاحات جمال أممين. نمرة اتنين حافظت على حرية أعضاء الجماعية العمومية. لأنه برضو كده كان من ضمن الحاجات الموجودة في المسودة المناقشة الأولانية. واتحزفت كلها بعد كده في أول اجتماع. تالت حاجة تعظيم فكرة ملكية الجماعية العمومية للمقدرات والأسد بتاعتهم. اللي هي مين لبرند بتاع النادي الأهلي بالجماعية العظيمة اللي عندها. التالت حاجات دول لو موجودين. لو عضو جماعية العمومية شايفهم بالشكل ده. زي ما بقولك ما يبصوش بقى على حاجة يعني دول أهم ثلاثة حاجات تقدر نجد أقيم عليهم التجربة بتاعة اللايحة بتاعة النادي الأهلي. وأنا شايف أن التلاث بنوط دول بالذات اللايحة غضتهم بشكل كويس جدا. وزودت دور الجماعية العمومية بشكل كبير. وأعتقد الناس بدأت تشوف كده. قد يقول قائل أنه الاستثمار وأنه اللايحة والأمور دي كلها تصب فيه النشاط الرياضي. لكن لا يعود عائد على عضو النادي الأهلي. هل ده كلام مزبوط؟ شوف النادي الأهلي مربوط بسلسلة كده من أول الجمهور لعضاء الجماعية العمومية لمجلس الإدارة. كلنا في مركب واحدة. عمر ما النادي الأهلي هيبقى عنده الموارد الكافية. وعمر ما هيبخل في هذه الحالة على عضاء الجماعية العمومية. نبقى عندهم خدمة كويسة ويبقى عندهم مكان محترم يعودوا فيه. ويبقى عندهم استتاح لنوادي أخرى ويبقى عندهم إنشاءات وعندهم الكلام ده كله. إحنا النهاردة بيتم النهاردة في النادي الأهلي. الحمد لله شغل إنشاءات عظيم جدا في التلات فروض. وإن شاء الله على آخر السنة نبدأ نشوف حاجات كويسة. على أصوار النادي وفي الجزيرة وفي مدينة نصر وفي زايد بدأت كمان الإنشاءات. وده في نفس الوقت وإحنا مهتمين بالفرقة النشاط الرياضي كلها. مش بس فريق الكورة وفريق الكورة طبعا. فطول ما في موارد تقدر تجيبها طول ما الأمور كلها تمشي بشكل منتظم. ما فيش حاجة اسمها أنك أنت نهاردة لأ أنا هاخد الاستثمار ده عشان أصرف بيها على الكورة بس والأعضاء. لأ كلها حاجات مرتبطة ببعضها. لأنه نحن نقدر من خلال فتح الفرقة جديدة مدى جزء من الموارد بتاعتك. أنك تفتح فرقة جديدة وتفتح أندية جديدة. أنك أنت تدخل دخل للنادي الأهلي. عشان تعمل فرقة جديدة وتبدأ تكتازب ناس تعمل عضويات لازم تقدم لهم خدمة وويسة وخدمة. هل يمكن القول أن كورة القادة بتحديدة مشاكلة مع نشاط رياضي كله يكون مصدر دخل جيد للنادي الأهلي. يعني ننفق على نفسه. وبالتالي الفائض منه نطور به في النادي وننفق به على الأنشطة الأخرى. تقدر تطلع من كل حاجة تقدر تطلع من كل حاجة فلوس. النشاط رياضي النهاردة أنتبع عندنا قادة متفرجين عظيمة. ونتمنى بإذن الله لما الجمهور يرجع. وأنا حب برضو أن نوجه التحية لجمهور النادي الأهلي على المظهر الرائع اللي كانوا موجودين في أول إمبارع في مباراة أفريقيا. صحيح. وشيء رائع وهما دايما اللاعب رقم واحد في ظهر النادي الأهلي. فالنشاط الرياضي النهاردة والألعاب الصلاة على سبيل المثال من الألعاب اللي بقى لها متابعة بشكل كبير جدا والناس حبة جدا الفكرة دي. نقدر نحن نهاردة نشتغل على رعاة ونشتغل على شغل النشاط الرياضي مش بس الكرة القدم وتقدر تطلع منه. بس هي منظومة كلها متكاملة. لها بقى علاقة دي بيرجوع الجمهور وبند بتاع روابط المشجعين اللي موجود برضو في اللايحة اللي بينظم فكرة روابط المشجعين وبيخلي النادي مسؤول مسؤولية كاملة عن الجمهور بتاعه. فكل الحاجات دي كلها حلقات عشان يبدأ الجمهور يرجع بأمان وما يحصلش أي لغباط لقدر الله تاني. فيبدأ النهاردة لما جمهور يرجع مواردك تزيد. الاهتمام بالكورة بيزيد والاهتمام بالعلابة التانية بيزيد. كلها حالة جميلة في البلد يعني نفسنا كمان فكرة التشجيع المثالي والحضاري دون التعرض لحد ويبقى يكون في تعاون مع أمن النادي والشركة الأمن الخاصة والأهم كمان الشرطة المصرية. ومعنا الشيء الحمد لله أن مصر فعلا تعود. البلد الحمد لله رجعت فيها كل مظاهر الحياة طبيعتها فاضل الكور. فاضل الكور أني ترجع بقى. بس الحمد لله أنا أعتقد أنه كان عندنا في الاستاد أكتر من 10.000 متفرج. يعني الحقيقة أنه أنا كنت شاهد على هذا الأمر لما بعض قيادات الأمن الحقيقة تواصلوا مع اللواء محمد منصور مساعد وزارة الداخلية مدير أمن القاهرة وأنا بشكوروا الحقيقة. وقالوا له أن في بعض الشباب جايين من السفر وما قدرواش يجيبوا تذاكر. الحقيقة لا يعني تعاون ودى تعليماتهم والشباب يدخلهم. أتمنى أن يبقى فيه تعاون من كل الأطراف لأن الناس بحتاجة أن الجمهور يركع. يعني خلينا نتكلم بجد. الناس بحبين يعني أنا أول مبارع شفت الناس فرحانة والناس حتى في الشتارع فرحانة. شكل الجمهور مدي أحساس حتى للعديم يتفرجوا في البيت أحساس مختلف. هو صنع البهجة في مصر كلها على فكرة. مش بس أنت بتكلم عن بطورة أفريقيا وده نادي الأهلي. هو السعود الأعظم من هذا الجمهور من هذا الشعب بيشجع. طبعا وبقولك أنت مجرد وجود جمهور في الملعب مدي للناس حتى اللي بقولك عادة في البيت أحساس لا أنه ده حاجة مختلف. يعني غير المكس. بس أنت نفسنا كمان نفوت الفرصة على أي حد بيحاول تشويه هذا المظهر الحضاري. يعني أحيانا بعض الشباب الصغير ممكن يتصرف تصرف. ممكن حد يندس يرفع عالم مش عارف إيه. يقول هتاف يقول سباب. نفسنا نخلص من حاجات دي كمان. ومحتاجين نستحمله. يعني محتاجين نحن مش كل حاجة صغيرة من دي ترجعنا خطوات وراء. نعف قدامها. يعني محتاجين. ناخدها بشكل. زي ما بقولك إحنا الدولة الحمد لله يعني إحنا لما دي قارن نفسك بما كنت عليه من 4-5 سنين فاتت الدولة ركعت في كل حاجة. الأمور مش. أنت بتعمل حفلات النهاردة. بتعمل مهرجانات. وبتعمل حفلات المطربين عالمين. وبيبقى فيها بالـ 40 و بالـ 50 ألف و 1. بيحضر حفلات لمطربين. وما بيحصلش حاجة. اللي هي الفضل الكور. يعني وأنا بقولك إني زي ما بقولك لو ترفعنا على حاجات صغيرة وعالجناها واحدة واحدة وبيهدوه. وزي ما بقولك من خلال الليحة دي أنت النهاردة عندك بند كامل لبرضو روابط المشجعين. أنا أعز أقول لحضرتك إنه اعتماد الليحة بيلقب مسئولية على النادي في فكرة أنه مسئول عن مشجعين. طبعا ما أخير بقولك. خلاص أصبح أنت اللي هتعمل الروابط أنت لمسئول أمام الدولة وعالنظام. ما نبورك أنت مشجعين. وبالتالي الجمهور مطالب أكتر من أي وقت مضى إنه ما يوردش ندي. وما أنت شريف هي كلها حلقة واحدة. أنت عمر ما نادي الأهلي هيبقى نادي الأهلي من جير جمهور. صحيح. هيبقى زي أي نادي تاني. وعمر برضو ما نادي الأهلي يعني فكرة الجمهور حلوة بس جمهور جوه الملعب حاجتان. يعني ده هو المتعة كلها. بالعشرين وبالخمسة عشرين وبالتلاتين ألف متفارج زي ما كنا بنشوفه نرجع نلعب في الصدق هرب بساعة أكبر بساعة أكبر بساعة أكبر بساعتين وتمانين زي ما عشنا وطربينا كلنا في الفلسطين ما كان لش حاجة يعني. هتعود زي ما أنا 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 واثق يعني مصر كبيرة زي ما قال كابتا حمود الخطيف ودخلته في حضور السلزير الشباب لما كانوا بيبحثوا هذا الموضوع قال إنه مصر الكبيرة يعني ينبغي إنه يكون في عالم أكبر. حبقنا ست سنين في. بس هي زي ما حضرت تفضلت محتاجة إلى تعاون كل عناصر المنظومة علشان نضمن دايما سلامة الناس والتشجيع المثالي وفي نفس الوقت نضمن الحضور المؤثر في المدرجات دون خروج عن النص لأنه الحقيقة دايما الخروج عن النص أحيانا بيبقى فيه ناس مش عايزة مصر تعاود في الحتة دي. مش مختلف فبالتالي يتدخل بشكل أو بآخر يعني طيب النهاردة لا قدر الله عدم إقرار الليحة. يعني الناس ما جاتش أو العدد جي أقل من 12 ونص أو 13 ألف عضو من أعضاء النادي. هل ده ممكن يعمل مشكلة للنادي؟ هل ده ممكن يعمل لك أسماء؟ مش موضوع أسماء ومشكلة تاني. احنا بنقدم برضو تاني يا شريف. احنا بنقدم مشروع ليحة. احنا مجلس يدر اشتغل عليه. واللجنة. وطبعا أنا حابب بشكر بس كمان اللجنة المركزية بقيادة المستشار محمود فاهمي. ومع مجموعة من القناة. لجنة المركزية كانت بلئاس كابتهم الخطيب. إنما لجنة الأداد الصغيرة المستشار محمود. بشكرهم لأنهم عملوا مجهود رائع. صحيح. وبشكر أعضاء مجلس الإدارة زميلنا اللي كانوا موجودين. وهو لأنهم فعلا عملوا مجهود زيادة عندنا كلنا. الناس كانوا بتقعد قدامك في النادي. صحيح. بالتباح بالثمان والعشر ساعات. الناس عملت مجهود أكتر من رائع. فحنا بنقدم الليحة للجماعة الأممية. وبنقول إن ده الأحسن إن النادي يقدر يجري في الفترة اللي جاية. هل هيحصل أزمة أو مشكلة؟ مش مش عايزين إن إحنا نبالك في حاجة. عمر يا عضاء الجماعة المبالك. يعني الحقيقة بتخلفوا. بالضطر. أينما كانت مصلحة الأهلي تجدوا. لكن ده نادي الأهلي. لكن ده نادي أحنا مش عايزين. الحمد لله إحنا موصلين بإذن الله من اللحة. طيب إحنا من الكلمة عايزين كمان عدد كبير. العدد. نفس سنة نوصل خمسة وعشرين ألف. يبقى في حاجة تحسس الدنيا كلها إن لا. النادي الأهلي الناس خايفة عليه. النادي الأهلي الناس عايزان هو يتقد. وزي ما بقول لك احنا مش أقلم النادي الجزيرة. نادي الجزيرة جاله ١٩٠٠٠٠. في يوم فوص الأسبوع جنبنا. النادي الأهلي طبعا عايز عدد العشرين. طبعا. بدأ العلال. فأجيبني الحقيقة في أعضاء عايز نادي الأهلي. ومسؤوليه فكرة الثقة في الجمال العممية. هو عنده ثقة. هو بقول لك أنا اكتهت. وعملت حوار مجتمعي. واستجابت ليك وعدلت أكثر من ٥٠ مادة. ودي ليحتك. وعنده ثقة كابلة في أنه أعضاء الجمال العممية. يعني الحقيقة سيخرجه أفواجا صوب وقر النادي. الناس فهمة. والناس وعية. وزي ما بقول لك احنا شرحنا وقلنا طلعنا. انا زي ما بقول لك ده مشروع احنا عاملينه للمستقبل. مش مشروع احنا عاملينه لأنيه. هل في اللايحة دي حاجة بتخص المجلس الدراف حاجة؟ اطلاقا. هل حاجة بتقلل من سلطة الجمال العممية في حاجة عشان الناس تزعل أجل؟ اطلاقا. طيب تأذن لي فاصل سريع ونعود لاستكمال هذا الحوار المهم. حديثا عن الاحت النظام الأساسي لنادي الأهلي. وضيفي الكريم الأستاذ محمد ضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. ابقوا معا. من أجل الأهلي شارك في اللايحة. من أجل النادي الأهلي كلنا لازم نشارك في اللايحة. من أجل الأهلي شارك في الليحة اشتركوا في القناة 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 مش أخلاق نادي الأهلية كلنا على قلب رجل واحد والنادي الأهلي محتاجنا في الفترة دي كلنا محتاج كل أعضاء مجلس إدارة والجماعة العمومية والجمهور أنه كلنا ممتكتفين كلنا على قلب رجل واحد أنا كنت أعادي أسمع بس ده من أهم أعضاء مجلس إدارة كلهم طبعا لهم كل تغييره الاحترام اللي داخل المجلس لأنه أنا شاهدتي مجروحة أنا شاهد على هذا الكلام وبمثل المجلس وبتكلم باسمه فعرف الأمور مشت زي فعلشان كده بندهش جدا الحقيقة وعلشان كده طرحت هذا السؤال على الأستاذ محمد دماطي من فكرة نقول لك إيه النادي الأهلي بقى جبهتين النادي الأهلي في خلاف ده فيه أربع أعضاء مش موافقين على اللايحة ده فيه عضوين مش موافقين ده فيه البيان اللي طلع مش عارف إيه حاجات غريبة جدا مع أني أنا بشوف الكابت المحمود الخطيب ما بياخدش القرار الحقيقة رغم أنه مفوض مثلا في شؤون الكورة في قطاع الكورة حتى في شؤون الكورة اللي هو مفوض بإدارتها من مجلس الإدارة إلا لما يستطلع رأي عبر مجلس الإدارة لا في الكورة لا كورة كابتن معمود الخطيب ما عليك في الكورة لا لا يعني فيه أمور في الاستراتيجية لا يعني الأمور الاستراتيجية مرتين نحضر ونكتب بيانات أنا وزميلي جمال جابر أو الكابتن يدي لنا عناصر يعني نشتغل عليها ما كانش الحقيقة بيقرر إلا بعد ما يخدكوا على جمع وياخد قرار بيس الإدارة واللي مش موجود يكلمه في التليفون لا فقط العريض لكن تفاصيل طبعا مع كابتن 100% تشوف احنا اللايحة دي بالذات احنا مخدرين أهميتها في الوقت الحال ولذلك هتقل لنا حتى بنحاول ان احنا يعني أنا كنت مسافر ومسافر تاني بس أنا جاي الأسبوع ده عشان أبقى موجود بإذن الله يوم لانتو خدتوا قرار انو حتى رؤساء البعثات مش هيسافروا يلحقوا بالبعثات بالزبط مهم الناس كلاتكم بقوله احتراما لجمالهم 100 يوم الجمع سراج مسافر تنزانيا وهيحصل البعث جرح يرجع سا 6 الصبح هل لسه طالع واخد قرار مهند مجدي مسافر لبنان مهند لبنان بعد مهند لبنان بعد الماتشو 27 ولا هيبنان لا جرح يقول مسافر لبنان رئيس بقسة بكرة بإذن الله بإذن الله يرجع يوم الجمعة الفجر فكلنا على قلب رجل واحد شايفين أهمية اللايحة دلوقتي شايفين أهمية نحن نبدأ ننطلق الموضوع مش زي ما بقولك مواجهش عنده ولا هو احنا عايزين نعمل حاجة وخلاص أو حاجة تنفيذ لبرنامج انتخابي لا ده نقطة انطلاق بالنسبة لنا حماية للنادي الأهلي من حاجات كتير جدا ممكن تحصل له في المستقبل عايزين ان احنا يبقى عندنا حضور قياسي يحسس الدنيا كلها للنادي الأهلي وراجم عام ومي بتخاف عليه هذا أفضل ختام اختتب به هذا اللقاء الممتع الحياة مع صديق العزيز الأستاذ محمد دماطي عضو مجلس الإدارة النادي الأهلي كبير وسابق كبير بأولا العاملين فيه وبالرياضين وبأبنائه جميعا والأهم الجمهور والأعضاء يعني الحياة دول الركن الركين في صناعة هذا التاريخ العظيم ومجلس الإدارة اللي احنا كلنا بنشرف انه بيقود القرع الحمراء في هذا التوقيت وهذا قدر الأهلي وقدره زي ما بيقول إذن أعضاء الجمهور العمومية احنا مش بينادعوهم لا احنا نكون ضيوف عليهم من يوم الجمعة عشان نضرب المثل والقدوة في كيفية الإقبال والحفاظ على قيم وتاريخ النادي الأهلي وصناعة مستقبله شكرا جزيلا شكرا 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 لحضراتكم وكرا عندنا لقاء مهم الساعة 7 يكون معنا محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي وبعده المستشار أسامة أنديل واحد من قامات النادي الأهلي واحد من قامات القانونية الكبيرة في مصر يحدثنا عن الفلسفة القانونية لهذه وهنشتغل معكم بدر شوي يعني هنبدأ الساعة 7 إن شاء الله مش تماني شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا لكم اشتركوا في القناة